لم تنتهي رحلة العذاب بمجرد خروجهم من حمص المنكوبة فالطريق الى دمشق ايضا كان مغامرة اخرى عائلات هجرت فرارا من جحيم القصف وصارت الى العاصمة السورية على بعد 150 كيلو مترا واختارت منها الاحياء الثائرة خوفا من اعوان النظام النازحون فضلوا العيش في بيوت قيد الانشاء بدمشق على البقاء تحت الاستهداف من قبل الجيش النظامي لا بواب تحميهم في هذه البيوت ولا اسرة تحتضنهم يروون قصصا عن لحظات عاشوها افقدتهم احبتهم طارة واققتهم على قيد الحياة طارة اخرى لم يحملوا معهم سوى ملابسهم التي اتوا بها فما كان من اهل الاحياء الدمشقية الا ان مدوا يد العون لهم وتقاسموا معهم المساكن والطعام هذه العائلة تتحدث عن سبب نزوحها من حمص وتشكو حالها ومعالها وصلنا عشان نزير زيارة تحت المطرة تحت الهدو وكل حادي ايو حالها شبك وартين ايشتنا شكل علو وين راحين وين جايين وين فوق الضرب ولهذا وين راحين وين جايين وشه يندزونا وشه يطلعونا طوال طريق هانا وين نروح نحنا عرفنا تشهردنا معن نعرف لحان من بيت لبيت وين بدنا نروح هذا اللي سوا فينا في الشعر الاسد اللي عم يقول انا بدي احميكم بالجيش الجيش دبحنا ادمر بيوتنا اولادنا انا عندي ولد ما بعرف وينه لحد هلأ وهذا نازح اخر يروي تفاصيل ما يقول انها عملية تهجيرا ممنهجة لأهالي مدينة حمص نحن نصير بحمص شيء كثير مأساوي نحن نهجر أهالي الأصليين لحمص نستبدلهم بناس ما نعرف مين هي تهجير ممنهج بكل معنى الكريمي نطلع بعشوال نطلع رصة عنه نحن ندخل على حمص نطلع رصة عنه نعجد القصف اللي كان كتير كتير عنيف بس حاولا نصر بأرواحنا أبناء الحي الدمشقي قدموا لنازحي حمص ما كانوا قد ادخروه من مواد بمساعدة أهالي شهداء